أعرب مصدر بارز في الأكثرية عن اعتقاده بأن الأوضاع في لبنان تتجه إلى مزيد من التأزم نتيجة غياب أي مخرج للأزمة السياسية وأشار المصدر لصحيفة الحياة إلى أنه رغم مخاطر تصاعد تشنج فإن مناقشات جلسة الوزراء التي جرت الأربعاء تؤكد أن التركيز على الحلول الأمنية لا السياسية وأن قوى الأكثرية تتصرف على أن اغتيال الحسن حدث حصل ولا انعكاسات سياسية له وأن ما يتبعه من حوادث مثل الصدام الدموي بين حزب الله والشيخ الأسير لا علاقة له بهذه الانعكاسات